السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفضر ويفضر حتى نقول لا يصوم فما رأيته رسول الله صلى الله عليه وسلم استكمل صيام شهر إلا رمضان وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان وفي رواية كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا يعني أكثر شهر كان يصوم فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد رمضان هو شهر شعبان حتى يكاد صلى الله عليه وسلم أن يصومه كله فسيدنا أسامة بن زيد تعجب من كثرة صيام النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان وأراد أن يعرف السبب فقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا من الشهور ما تصوم من شعبان فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان ورجى من الأشهر الحرم ورمضان معروف قدره وفيه صيام الفريضة فشهر شعبان واقع بينهما بين شهر من الأشهر الحرم المعظمة وبين شهر رمضان شهر صيام الفريضة فالناس تغفل عن العمل الصالح فيه وكما نعلم أن العبادة في الغفلة لها أجر عظيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إليه وهذا الشهر ترفع فيه أعمال العباد إلى الله عز وجل لقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم طيب هل سألت نفسك يوما لماذا يجتهد الناس في أول رمضان اجتهادا كبيرا ثم يحدث لهم فطور بعد أيام قليلة يعني مثلا لو البعض منهم كان يقرأ خمس أجزاء من القرآن الكريم في اليوم بعد أيام يحدث له فطور وتكاسل ثم يزداد هذا الفطور والتكاسل أكثر وأكثر إلى نهاية الشهر فيصبح بالكاد يقرأ جزئين أو جزءا واحدا أو أقل من ذلك حتى يتهاون الناس في صلاة الجماعة في نهاية الشهر طيب لماذا يحدث ذلك؟ حتى أجيبك على هذا السؤال سأوضح لك بمثال بسيط لما بتشاهد مباراة كرة قدم هل اللعيبة بتجي من برة تنزل من الأوتوبيس على الملعب تلعب على طول؟ ولا بيكون قبل المباراة في عمليات إحماء وتسخين وجري وتمرين وغير ذلك؟ بل كمان بتكون فيه تدريبات كل يوم قبل المباراة طيب ليه بيحصل كده؟ كل اللي قبل المباراة ده عشان ما يحصلش شد أو إصابة أثناء المباراة واللاعب يقدر يكمل المباراة لآخر الثانية فيها هو عنده لياقة بدنية وقدر يوقف ويلعب كويس نفس الأمر بالضبط لو أردت أن تقتنم شهر رمضان وتخرج منه بمغفرة الذنوب والعتق من النار بإذن الله وتخرج بشحنة إيمانية وتغيير جذري لحياتك كلها بإذن الله عز وجل لازم تسخن وتتمرن في شعبان فتحافظ على الصلاوات الخمس في جماعة يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القلوسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه فحافظي على فرودك في وقتها وحافظ على السنن الرواتب قبل وبعد كل صلاة من الآن اجعل لك ورد من القرآن الكريم ومن الذكر بحيث أنك تزود عليه في رمضان وقبل كل هذا تنوي توبة نصوح صادقة لله عز وجل يعني لو حد لي مظلم عندك رد هاله ولو مخاصم أو معادي حد روح صالح وشيل أي شحناء من قلبك لأي حد درب نفسك على الصيام وحاول تصوم في شعبان قدر المستطاع حتى لو كان كل اثنين وخميس من الأسبوع فتأخذ أجر نية صيام الاثنين والخميس اقتداءا برسول الله صلى الله عليه وسلم وتأخذ أجر نية صيام شعبان كذلك اقتداءا برسول الله صلى الله عليه وسلم درب نفسك على قيام الليل وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه جاهد نفسك على طاعة الله عز وجل وعلى اجتناب ما نهى عنه حاول تكثر من الصدقة وتسعى في قضاء حوائج الناس وتكون خدوم لين بشوش جاهد نفسك على غض البصر وجاهد نفسك على اجتناب الفحش والكذب والغيبة والنميمة جاهد نفسك على تحري الحلال واجتناب الحرام قال بعض أهل العلم رجب شهر الزرع وشعبان شهر السقي ورمضان شهر الحصاد وكل يحصد ما زرع ويجزى ما صنع ومن ضيع الزراعة ندم يوم الحصاد طيب لفات الغرس والزرع في شهر رجب ماذا يفعل ما زالت الفرصة أمامه يستطيع أن يغرس ويسقي في شهر شعبان ليحصد ما زرع ويستمتع بالعبادة في شهر رمضان المبارك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه السلام عليكم